لطالما حذر الأطباء من اكتساب الأطفال وزناً زائداً منذ الصغر كونه قد يستمر في الكبر ويرفع احتمال الإصابة بالسمنة والآن دراسة تحذر من جانب سلبي آخر لهذه المشكلة باحثون من جامعة أديليد الأسترالية جمعوا معلومات من 42 دراسة سابقة شارك فيها ملايين الأشخاص غالبيتهم تم تقييمهم عندما كانوا أطفالاً وقاموا بتحليل الصلة بين الوزن عند الولادة وأمراض الحساسية تبين أن كل كيلوغرام زائد في وزن الطفل قابلته زيادة بنسبة 44% في خطر إصابته بحساسية غذائية وبنسبة 17% في رفع خطر الإصابة بالأكزمة وأن الأطفال ذوي الوزن المنخفض يتمتعون بالحماية من الحساسية قال الخبراء أن التعرض البيئي قبل الولادة وبعدها قد يزيد أو يخفض فرص إصابة الأطفال بالحساسية والأكزمة وأن عامل الوراثة وحده لا يفسر مخاطر الإصابة بالحساسية يحث الباحثون الأهالي على طلب المشورة إذا كان الطفل يعاني من السمنة لما في ذلك من خطر على صحته مستقبلاً رشخيات العربية ترجمة نانسي قنقر